بدأ يقلب لفصك دياله هو يفتحه كيشبت باكية ديال الكهر هنا يتفاجأ وعرف بللي المرأة دياله ما كتكميش أصلاً كوكت كتكمي هي يشم فم رحة ديال الكهر هنا يبدو كيشيوه الشكوكات وبدأ كيحوم على الهاتف دياله الله يصوني لها اوجيها شاميصاش وهنايا هيقوم بتصييد دياله ويمشي لها الهاتف دياله هذا واحد سيدة متسبينا الكرام موظف وبغي تزوج واحد سيدة التي تقبله البيت دياله هو بالحكم تشريبه دياله او المعتقد دياله باللي الموظفين واخده الحرية دياله وما يقدش واحد يسيطر عليهم بالحكم باللي هم اخدامي وهزين راسهم الشيء اللي خلاه يزوج الشيء اللي هي غالسة باش يسيطر عليها ويبقي يعطيها غافلوس الخضراء والحماء ولا بغتش حاجة تكون تحت السيطرة دياله عكس الموظفة اللي ما كيبغيش هو يتزوجها وهذا الشيء دياله كام اللي كان قلقوه مستبعين الكرام اراه في المعتقد دياله براسك تزوجه مضطافة لمدة اكل واحد وشنو المرأة اللي هي المخرجة هذا السيدة كما قلت لكم بتبعين الكرام شاف واحد السيدة كانت قارية وهنايا بدك يدور بها وقالي انراني ينوي المعقول وانتم ما راكم عارفين بدك يجربها زيما كي يدير ديالة تيستات وشتخرج معي وراء تضرب وحدها وكذا ومني شافها باللي نجحت في هذا التست هذا قرر باش يمشي خطبها فعلا بدك يعرفها براسه بدك يصفت لها ديالة الروشاج دلالة بونمو بدلها النمرة بدك يشري لها شي حويجات شي كده عاد مشا تقدم باش كيف ما كنت لكم متبعين الكرام مجرب العقلية ديالها شاف واحد العقلية دي موالمة معه للا بالفعل موالمة تزوج بيت السيدة تزوج بيت السيدة تزوج بيت السيدة دي وهذاك الايام الاولى انتم ما راكم عارفين تكون واحد الفرحة واحد السعادة خصوصا هو بداره بوحده عنده السيارة دياله ما كان نقصد تشي خير الا ان هذا السيدة ده انتم ما راكم عارفين المداومة والمعاشرة تكتشف شي حويج لي ما كيكونوش يعني ما يطح لكش في بال كأن شي واحد كالمصطنع يعني تقد يعني ما تنتمتل ولك يدك التمتيل عمي قدش يدوم هاد السيدة دي بدك يكتشف فيها شي حويج اه بدأت علي انا خصني نخرج انا كان قنات انا كان قرات انت حرمتيني ما بقيش كمشي عند ماما انا خصني خرج خصني فوج اصلا انا ندور هنا بدأت علي في الاول انا خصني امشي غاب وانرجان ندور في مرجان تقدش حاجة وانرجاع ما كيتيش مشكي كنشط اكسيات او كنكون في مرجان من بعد تبك تخرج بالخدمة كتدوز عندي في مرجان يعني اول حاجة بدأت علي بلي سيبير مارشي مرجان بيمتو ماركو ما عارفين اللي كان السيدة بدأت كتقدة وكترجع تقدة او كيدوز مرة على اشياء كسب قدوز مثلا كثلاثة سواء او بعد المرة ثلاثة كاملة في مرجان يقولوا اشترك في مرجان وكترجع تقولوا او برجان دوز عندي فعلا بدك يدوز عندي ولكن الغاري في العمر حتى جو حد نهار اللي داز عندها دنيت المرجان وهي نقدله انا رام زياران اي بي بي قصني نمشي وندخل يعني طواتف فيعلان سيدة بشات ادخلات الطوالة وهناي هو قام بفتح الحقيبة الحقيبة اليدوية وهناي كيتفاجأ باكية ديال غارو احناي قال انا براها ما كات كميش وتحت لكات كمي انا اصلا ضروري ما نشم فيها الريحة وبالفعل من خرجتها بالطوالة بدك يشملها فيما بدك يقوم بوحت الصرافات خاريبة وهي مع لبالهاش يعني هو على حسب تصريحات دياله بللي ما داد تشار هذا الفعل ما داد تشي حاجة هو ما بغاش يجبد لالباكية اللي قرره كان بحيد لجبتالها هتا عيقبية وهاشنو هاشنو هاشنو وبدأ يعني كيدور بيكو ولكن من يلقى الباكية بدك يتسنى المكالمة او شي ميصاج من يكي يكون في الدار كيدور راسه خارج كيدور راسه مشى الخدمة كيجي بعد المرة سيخلط عليها المرجان بعض المرة ثانية بقى كيدلها دكش التصرفات اللي فجاء ولكن بدون جدواني السيدة هتا بغا تحمقه ديك الباكية القارو اياما صابر سحراين هو عايش فالكسي ابادة يعني شحراين هو عايش فالكسي ابادة الا ان واحد نهار جعلنا ويتطردق بغا عليها الباكية القارو شكتكدير عندك في الساق الا ان هاد الاخيرة اقلت له انا ما كنت عندي باكية القارو ما عندي حتى شباكية القارو وما كنت عندي تيش حاجة في الساق كيفاش اتشت عندي باكية القارو وكتت قلت له هالي مباشرة انا بقيت ساعة قلت باش نحصلك وشكونا عدالي كاتخونيه كتتقول لي مرجانة واش ما عارف على شي واحد فمرجانة واش هادية ثانين عارف الشوطان وهنا يبدأ المعانات دياله معها وكدلك هي معانات مها بزاف. وهاد شي الاشهادة كبر وصل العائلة. شي كيقول له فالعائلة ذكرها كماية. شي كيقول له اراه مصحب ماشي واحد وشي واحد طيب عندها باكية القارو طيب قال له هاد باكية القارو وفي هادك الباكية القارو ان هذا واحد المشكل كبير يعني كبير 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 الشي يقل له يواجه واحد نهار وقال لك ايطاح عليه في البال باللي هي يشدها وها يبقى يعني يجب دي يعني السمطة ويبقى عليها حتى هات السيداه دي تقرر يعني تقرر لو قال لك يعني دار جميع الطرق الا العصة وهنا هي تاجه لها الطريقة دي اللي يبقى له الاخيرة وبدك يقوم بهذا الفعل اه اقطع ليها الموت اه اقطع ليها عفون جوع مخلا مادر بها باش تكرر وهي يقولون على الشيطان ركات تقول الله لا سامح تقول بعد مني قد اطلق لي قلع اطلق باش نمشي عند الاخر والله لكن تلو سيد بحاجة الهلواتة كيمشي للخدمة ورشعه كتكون مسكينة باقى مكتفى حتى واحد نهار وهي تصفى لها بهذا الشي اللي كاركي دي لها اه مش اجيب شراب شراب ديك الليلة وبدك يهضر معها ولكن مني كيصحة ما كيقدش يشوف ديك المنطر كيعود او تني يجيب شراب الناس كتسول عليه في الخدمة الاقتطاعة ما لك ما لك ما لك السيد حاليا بال كالقرار ما قرار يدفنها فوسط الدارية مستبعين الكرام جاب البالة والفاس وبدا كيحفر محيط هو سكن في سفلية وهنا يا قام بالواقعة دياله بدك يحفر اوح خبعت مية ولكن الغاري في الامر كان كل ليلة بيعني ها تسيد هدا لحسب البحث دياله كان كيجيب شراب ويجي تمه يجيب شراب ويسكر يجيب شراب ويسكر والام ديالة قد صوني لها هو كيجيب التليفون دياله وكيقول لها بياخير والاخير غيرها في مرجال وكتخلي تليفون هنا ايه هنا هي الام دياله شكت كتوى لها السيدة دي دائما كان عيط لها دائما وانا وصيت جار سيرقية ليس كنحداها باللي هي ما بقى هاتش كتشوف هيك ما هذا المسخوطات تدلها شي حاجا خصوصا ان ديك الشك دياله انتشر ما بالعائلات باللي اللي باكية القارو بدا كينوض هاد الواقع اي هادو وبالفعلة متسبينا الكرام بدت تكتاجه هاد السيدة دي بدت تكتاجه اللي الام ديالها وقدق عليه في الدار هو بعد المرات كيكون ولكن من يكا طلب العوينة كيشوف الام ديالها ما كيجاوب شو حتى التليفون ما كيجاوش ومن يكا تقول له انا راني جاي عندكم يقول لها بلا ما تجيه احنا يا خارجي نبقى هاكا هاكا حصى واحد نهار حطس عليه داخل وهنا يا تشنق عليه وقالت له الدابة تخني نشوف بنتي هو يدفعها ومشتي يسبك ويشده لي الباب احنا يعرفوا بلي دير شي حاجة وقالوا والله ما تفاكوا منه عيطوا البوليس وعيطوا الجيرة بعد عيطوا الخواتات ها وعيطوا الخوت الممها يعني خوالها وبالزاو ديالاموع جا وتعرموا علي في الباب بدأوا كيدقوا والسيد ما باعش يفتح وبدأ كي عيرو مش ترجم وما بقى بحاطة نقال له بتنبت هنا يا يعني خيبوا علي ديك النار دي سكرة احتجوا البوليس وفهموا الامر البوليس هناي البوليس وتحيي لي جاء الامن اللي كانت تدخل بحلو في هذ المواقف خصوصا البوليس ما عارفوش بلي مجتكب هاد الجريمة وقالوا نخصكم تحتارمونا الا ان هو ما بغاش يحل البوليس لاتشي هاجة هنا يجاء امر باش يفتحوا ديك الباب وبالفعل فتحوا ديك الباب وقالوا لاش ما بغيتش ان حقها ما حقها خايف ما خايف وشافوا واحد الحصيرة محطة شوية مكركبة وشوية ديال يا جور وديال ديك الرملة وعرفوا بلي سيد ديال هالطاقة هادي وهنايا كتقوم بالمحاكمة ديالو وكتنساهي هاد الواقع اشتركوا في القناة